لمصادرها الغنية ونوادر ما تملكه عن البصرة في مختلف الجوانب وجد الباحث الأمريكي جبراء الحبيب ضرورة زيارة مكتبة جامعة البصرة ومركز دراسة الخليج العربي فيها لتعزيز مصادر رسالة الماجستير التاريخية له عن المحافظة في جامعة نيويورك لمراجعة البحوث ودراسة واقع المدينة تأريخيا بخصوص الطاقة والتخطيط والإعمار تضمنت المحاضرة بحثه الأكاديمي فيما يخص تاريخ البصرة خلال الفتر من 1921 و1968 فيما يخص البصرة من جميع المجالات سابقا قطاع النفطي قطاع الطاقة قطاع المياه جامح من عدد كبير جدا من الباحثين الذين يختصون بالبصرة في القدوم إلى البصرة ومراجعة هذه البحوث واستخدامها في الرسائل والأطاريح من الدكتورة وفي نفس الوقت حتى الكتب الأكاديمية التي تتحدث عن البصرة وهمية البصرة بالنسبة لمنطقة الخليج العربي وفي نفس الوقت بالنسبة للعالم المختصون التاريخيون في جامعة البصرة من أساتذة وباحثين يقارنون بين إنجازات الاحتلال البريطاني قبل مئة عاما وما لحق بالعراق من دمار بزمن التواجد الأمريكي حاليا هذه المقارنة هي صلب موضوع البحث من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة البصرة فرصة الاتلعاء على هذه الملفات والمصادر الخاصة لتاريخ البصرة وهو موضوع بحثي للأطروحة التي حاليا أنا في أعمالية البحث من أجلها عندما دخلت بريطانيا للعراق قامت ببعض المشاريع وإن كانت ليست بالمستوى لكنها قامت ببعض المشاريع التي لا زالت شخصة إلى يومنا هذا ولكن أنا أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت للعراق أو للبصرة لم نجد هذه المشاريع لا زال ميناء الفاوية ترنح وكالتباعد في هذه الحلقة النقاشية مراعاة لإجراءات السلامة ابتعدت البصرة عن مواكبة التطور في جميع المجالات كثيرا شوارع تقليدية وبناء عشوائي وتشيد حسب الحاجة الآنية للرؤية المستقبلية القصيرة أو بعيدة المدى ما جعلها بين جمال الماضي ودمار الحاضر من البصرة كانتقي قناة التغيير